ألا وإن أكمل حال العبد عندما يكون ذاكراً لربه قائماً بحقه مشتغلاً بما يرضيه جل في علاه روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه سيد الورى إمام المتقين من حط الله عنه الخطايا ورفع له الدرجات من رفع ذكره وأعلى منزلته لا يفتر لسانه من ذكر ربه كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه فاذكروا الله أيها المؤمنون اذكروه كثيراً كثيراً اذكروه قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم ولا تلهكم أموالكم وأولادكم وأعمالكم وحياتكم عن ذكره جل في علاه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ترجمة نانسي قنقر